معك محمد من الأردن يا أهلا بك سني نعم سني والحمد لله طيب فضل المفروض أنا أطرح سؤالي أولا لكن تفضل بعدين أنا أطرح سؤالي تفضل طيب تمام الله بدي أسألك بخصوص أني أحب أنا من زمان أناقشك في مسألة نزول الغلام الشاب الأيفع على عائجة طيب طيب تمام وكنت تخبرنا يعني كان بدك أنت دليل على يعني عفت السيدة عائجة في فرق بين الغلام الأيفع وفي فرق لا 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 سبلاني هذه النقطة ثالثة في فرق بين الغلام الأيفع وبين أن رجل النزل بعائشة وبين سالم سبلان كل واحد رواية الغلام الأيفع كان يرضع عند عائشة أن رجل النزل بعائشة رجل بالغ أجنب سالم سبلان كانت تنزع ملابسة تعلم الوضوء فأيهما تقصد والله أقصد الثلاثة في أي حادثة لا ميصر أنا ما أحب النقاش الإجمالي أنا ما أحب أحب النقاش التفصيلي في نقطة معينة فأي رواية تتحب تتكلم على الغلام الأيفع الذي نزل على عائشة غيفا غلام تقصد أن رجل نزل بعائشة نعم نعم ذلك لم يكن غلام أي فع كان رجل كبير طيب أنا أقصد الذي نزل على عائشة ضيفا على عائشة ثم أصبح نعم نعم أجنب طيب ثم سألته السيدة عائشة ماذا تفعل وقال أجنب أين مشكلتك في هذه الرواية سألته لا يوجد سألته ها لا لا جد يعني شو مشكلتك في هذه الرواية سألته لا توجد هذه الكلمة من عندك أنت ضفتها الله يبارك لا 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 أنا ما أقرأ الرواية يعني إحنا نتكلم نتكلم قاعدين أنت قلت سألته لا توجد في الرواية سألته السؤال بمعنى يعني الطلب يعني لا توجد بالرواية سألته يعني هي لا توجد بمعنى سألته ماذا تفعل بمعنى سألته ماذا تفعل صاحب الله غلطان لا لم تسأله ولم تقل له ماذا تفعل بل هي كانت عالمة أنه مجنب طيب كانت عالمة لماذا سألته لماذا سألته لماذا سألته لا توجد في الرواية سألته لا توجد أن رجلا نزل بعائشة فأصبح يغسل ثوبة فقالت عائشة إنما كان يجزئك أن رأيت أن تفركه لا يوجد في الرواية عائشة سألته بل هي أجابته فورا كيف ما في أن رجلا نزل بعائشة دقيقة هذه الرواية كيف ما توجد أتحدى كذا توجد سألته أنا متأكد أن الدرور السنية عن عرق الموال أسود أنا رجلا نزل بعائشة فأصبح صوتك راح وينك معك يغسل ثوبه فقالت عائشة إنما كان يجزئك إن رأيته أن تغسل مكانه جيد فإن لم ترى نضحت حوله نضحت حوله ولقد رأيتني أفركه من ثوب من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب فأركا فيصلني فيه فلا يوجد سألته لا يوجد دقيقة إنما كان يجزئك أن رأيته التغسير والله يا شيخ يعني أنت مش حرامي يعني تسبو على زوجة رسول الله ها ها سالمين ها سالمين يعني تشتم عرض رسول الله هذي شي كويس ها أنت وين رحت أنا معك أنا والله معك الرواية بيها أنه هي سألتها أم لا بيها ما لنا بالرواية ها قرأت الرواية ما لنا بالرواية ما لنا بالرواية ما لنا بالرواية الرواية فيها أنها سألته أم لا يوجد ما لنا فيها الرواية أحنا ما لنا فيها ها الرواية أنا بسألك يعني بسألك ها الرواية احنا ماننا فيها خلها تولي انا مش قلت لني اسألك ارد اسألك سؤال مستأل اوه احنا كلامنا في حديث ان رجل نزل بعائشة وانت قلت هي سألته وقلت انا راح اثبت لك الان ودخلت على القوغل وقرأت الحديث وقرأت الحديث وانصدمت وانا الان جالس اسألك هل يوجد في الرواية انها سألته ام لا يوجد المصدر المصدر صحيح مسلم يعني نحن انا صراحة انا ما بقدر افسر الروايات ما يعني ما انا مش دار الشريع مو هي سألته ولا ما سألته انا لا اعلم لا اعلم يعني ما كنت معها الرواية امامك ماذا تقول الرواية امامك ماذا تقول الرواية سألته ام كلمته فورا الرواية غير واضحة الرواية غير واضحة ليش تضحك يا شيخ ما يعني ما اقول ما بحكي لك نكت الرواية غير واضحة يا شيخ خلاص خلاص لحديث حسا انت قلت لي اسألك سؤال لاش ما بديك ووحنا بسؤالك انت فتحت الموضوع لان رجل النزل انت فتحت الموضوع انت اختارت من بداية الاتصال الان انت مختار هذا الموضوع انت قلت الحديث فيه سألته بعدين قلت لي الان سأثبت لك وسأخرج الحديث واثبت لك يوم اللي طلعت الحديث ما درش بيك وضعك اثربت هذا الحديث ناقص انا متأكد متأكد من ماذا بمعنى الحديث متأكد انه هذا الحديث يعني فيه نقص لان هذا هو الحديث كامل لا يوجد فيه نقص والله العليم يعني او كده هوش فيه هو الحديث زعلك انت مقرأي لا لا بس دقيقة قولي قولي انت من قرأت الحديث صدمك زعلك ايه سوى لك الحديث شو وضعك تحربت ان رجلا نزل بعائشة فاصبح يغسل ثوبه فقالت عائشة انما كهن يجزئك فان لم ما قد رأيت ان افركه وفي رواية عن عائشة من يقال خلص يا بس الاولى خلص ايه رواية ثانية ما علينا بها نبس الاولى شفيها الاولى شفيها ما فهمت ما فهمت ما فهمت اه ان رجلا نزل بعائشة دخل عدها بالبيت اه اصبح مو جنبي نزل يعني دخل نزل يعني دخل نزل بعائشة وين نزل يعني نزل الى البيت يعني دخل لا يعني طرق الباب طرق الباب طرق الباب طرق الباب ودخل لا تخاف دخل باستئذان لا هي سمحت هي سمحتلة هي سمحتلة يدخل ببيتها هي سمحتلة طيب وين المشكلة عمرها عشرين سنة وارملة وانت تخيل تصير حامل بالواي فاي عمرها عشرين سنة وارملة عموما لا يا شيخ ليش نشتم عرض رسول الله لا ماكو شتم لا 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 عمرها عشرين سنة وارملة طيب غير بعدها بشبابه شبيك طيب طرق الباب طرق الباب دق الباب من طرق الباب وطردت له عشر وأعني قلت له ماذا تريد مثلا هي لا تعلم من هو هي لا تعلم لا هي تعلم من هو إذا ما تعلم من هو ليش تدخل البيتها لقاء والله قارب لأنه من أدب الله من الأداب من الأداب أن المرأة تدخل رجل غريب إلى بيتها لك أنظر لعدوم الأدام بالعقس يا شيخ هذا زوجة رسول الله يا شيخ يعني أنت زوجتك الكريم إذا فد يوم واحد طرق عليها الباب أبو الدليفر الدخلا للبيئ أنا مش رسول الله أنا مش رسول الله لك هذا نبي عنده قرون لك شنه هذه لك والله أنا مش رسول والله عظيم قسم بالله يا شيخ أنا مش رسول لا لا تقارني بالرسول أكيد أنت أشرف من عندي أكيد أشرف من عنده أكيد أشرف من عنده أغير من عنده متقبل ترجف على نمرتك أكيد لكن عندكم أنتم ما عنده غير عادي رسول الله هي أمو منعض أنا لا أسوأ ظفر رسول الله ظفر رسول الله لا لا أعيش أسوأ فهي دخلتها للبيئت من باب أنه هي متعرفة تكمل النقاش لأن متعرفة هي دخلتها للبيئت هو فقط طرق الباب يعني جريد إسأل من في الداخل مثلا 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 حلوهاorg مثلا . يعني حدا غريب جاي على القرية مثلا مثلا . هو حدا غريب جاي على القرية ترق الباب على بيت عائشة عاف الدنيا كلها على بيت عائشة وعائشة فديت غريب قالت depart Marx لا تدخل لحد يشوفك 另外 هذا المنزل هو الرمز هو العالم massively في هذا القرية قد عارها رسول الله هو العلم طيب نزل عدهي وأيش صار بعدين؟ لا ما نزل ما نزل ما نزل ما 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 دخل أول شيء ما دخل طيب و شلون شنو اللي صار؟ إذا ما دخل شنو اللي صار؟ طيب يعني طب القليل أنت قلت دخل قبل قليل ترى أنا أركز بك لا لا دقيقة أنت قبل قليل قلت دخل أخر شي دخل أما قبل قبل قليل يعني واحد بفتح الباب دخل ولا بطرق الباب طرق الباب طلقته عائشة بعد ذلك دخل أم لم يدخل؟ طيب بأخر شي يعني دقيقة دخل للبيت ولا ما دخل؟ من آداء استضافة الضيف من آداء استضافة الضيف مو مشكلة نحن لا نردفتهم من حينما طرق الباب دخل للبيت أم لم يدخل؟ أنت لو يجيك واحد يطرق ما يعرف لا تقيس بينها اسكتت اسكتت تقيس بنفسك أنت لو يجي واحد على أمرتك الدخل للبيت وأنت بالشغول؟ يجيني الواحد؟ الدخل للبيت وأنت بالشغول بالصالة يجنب؟ تكت انصلي يعني أه يعني يعني بس أنا مشت رسولي حصها هذي قسمين أمر رجع أمر رجع أنا مشت رسول الله يا شيخ يا شيخ هو شنو هو أنتم النبي عندكم عنده قرون؟ بعدين عنده قرون؟ استغفر الله العظيم استغفر الله حرام عليك الشيخ شنو كل شوية كل ما نوصل النقطة حساسة تقولي أنا مش رسول الله شنو أسب على المهدي مثلا استغفر الله العظيم؟ بابا أنا ما ساب أنا أتكلم عن صفاته يعني أنت عندك غيرة على مرتك هو ما عنده غيرة على مرته والله وضعي هاي يا شيخ هو 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني نحن ما نتقارن فيه أبدا لا هو ولا بزوجاته ولا بأصحابه رضي الله عنهم كلهم هي مأمورة مثل زوجتك الكريمة عائشة مأمورة بالحجاب ومأمورة أن لا تجلس مع الرجل الغريب وتتكلم ومأمورة أن تقر في بيتها فلا يوجد فرق بين عائشة وزوجتك الكريمة أنا مش متزوج متزوج يعني الله يديك الشيخ بس الله يديك مثل أمك الكريمة لا يوجد فرق تلك مأمورة بالحجاب وهذه مأمورة بالحجاب طيب أكيد أين المشكلة؟ فتقبل واحد يدخل عند أمك ويصبح مجنب بالصالة وهي تعلمة؟ شوف أنا تصلت فيك أم استنم منك السؤال منك على هذه النقطة لا تغير الموضوع ما أخليك إذا أمك عمرها عشرين سنة تقبل واحد يجي نام عندها بالصالة يصبح مجنب أنا ما كنت أقصدها الرواية أنا مش هاي الرواية كنت أقصدها كنت أقصد رواية أخرى أن رجلا نزل بعائشة أصبح مجنب طيب لا حول ولا قوة إلا يجالس يقرأ هذا تلك سؤال أنت كنت معهم في زمانهم كنت معهم ها؟ شفت بقينك أنه صار أي مشكلة؟ الحديث صحيح فيه صحيح مسلم ها؟ لا تستطيع أن تطعن به عموماً عموماً يخطيق لا الحديث يقول لا شوف اسمعني أخي كريم اسمعني أخذ الحديث وروح اسأل بي مشايخك وإذا قنعوك بتفسير ارجع اتصل بي معزز مكرم جيد؟ طيب راح أرجع لك وأحكي لك تفسير صحيح أنا غير مؤهل للتفسير نعم يا أهلا بك إن شاء الله مع السلامة شكرا لك